السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبادي إزهير في حلقة جديدة واليوم رجنا لكم بشي مرة مرة رهيب كالعادة يعني كالعادة يعني عبادي نزل المقطع كده رح يكون رهيب فهذا شي عادي انتو طبعا متعودين بينك الفترة وفترة أجيب لكم داتا باك يكون مرة إيزي يعني لللي مرة كده نوب أضبطكم أنا أنا أضبطكم أنا أضبطكم على آخر كم رأي قلت أضبطكم فداتا باك اليوم مرة إيزي رح ندخل للحين ووريكم إيش رح نسوي ووريكم السهولة اللي رح نلعب فيها وقبل نبدأ بالحلقة خلينا نشوف الحلقة هذي كم رح نقدر نوصل من اللايكات لو وصلنا عشرين للفلايك رح يكون مرة تمام وقال بسم الله شكرا لكم يا جماعة الخير وعالم عادي أول شي ودي أكتل صراحة ذا الخروف تمام رح تعرفوا ليش أطيكم العافية الله يسعدكم أربعين صوف ثم ثلاثين أكل هذه رح تساعدين صراحتها مرة مرة كثير خلينا نقول مثلا مثلا دخلنا على قرية ولقينا بيت حداد أحلى فرصة أن يجينا أغراض حلوة ايرون ديموند صح صحوح أنا معكم صراحتنا أول ما أشوف بيت حداد رح أطغر عليه أكيد ولكن في بيت الحداد اللي في التباك هذا ما رح تجيك ايثمات عادية هتجيك ايثمات زي كده يعني سروال حلو ايرون عادي سيف سماي تايفي سوبينك ايتس سيف شاربنس صدامني صراحة شاربنس في ونوكباك ونبريكنك يا ساتر سترك هادي نلبسهم دولي يعطيكم العافية الله يصعدكم جميعا ايوه في بيت حداد ثاني انتبهت عليه ندخل نشيك ايش في عندهم سلامو عليكم كارسوف فانشين معدنا بيها هلمت بروتكشن 3 وهذا بروتكشن اي في يا عيني هذا شيلو بروتكشن ماليش محمد اوكي ايوه في تستنى انتبهت عليه اوبسيديان حلو يا عيني يا عيني ممكن تقومس هاذ قروي شكرا ازيلا لك وينجو الصباح والخير طيب عندنا الاراض هنا ايش نبي منها ايه عطنا الـ gold طيب طيب وده اكتل هذا صراحة خليني يشوف كمية الايرون اللي راح يطيح لنا ياها لا 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 اوه بغيت النكب يما معله معله الوضع تمام الوضع تمام الوضع تمام اوه يعني طيب احنا تقريبا حول الـ واحد الذين واحد الذين حبت ايرون ايرون قرم واحد شي مجنون ادري ادري شي مجنون ومره مره مجنون انا ما جمعت خشب وما جمعت شي اوه اوه انا ودي اتفاجأ تمام ولكن ما راح تفاجأ لانه في شي راح يفاجأكم اكثر اوكي اتويد ذكرته صراحة اتويد ذكرته عشان ما نموت ابدا تمام اه نحتاج تفاج اوه اوه نحتاج تفاج اوه وشان يكون عند القلوب كثيرة او الاشي هذي طبعا يعني فاعدة تباك هذا موفر لنا انه لكن صرت حبة ليفز راح يطيح لنا ابلز بهذا الشكل كل حبة ليفز اطيح لك من حبتين الى لثاث حبات تقريبا على الاغلب يعني على ما اظن يعني اظن حبتين حبتين حلو واذا مساكنا التفاج هذا وحطنا في الامنتوري هنا راح يعطينا ايشان تبتكو قاد اكلي راح يكون قدير لزنطور بس اكلي اكل ملوك بس راح اكل ما عندكم ايت مشكلة يعطيكم العافق كذا الاكل ذا يكفن زيادة يوقع كذا عبينا ناكل ونزلط ونمشي طبعا في حلقة اليوم انا ما بي اوديكم النذر ومدري ايش وحوسى ويمين ويسار ما بيعذبكم ومشوار علي ومشوار علي المتابعين يعني فهذه راح اسوي انه راح نسيوا بوابات كيف راح نسوي راح علمكم بس اصبروا عليه شوي ستقولكم يا الله النسوه سنتقولكم ترا الخشب يطيح تدبير ابه او بلوك تقديم يطيح لك اشيء دبل صواتي الا حبتين عليش هننسوEl اووووووووووو ��تظك درا متره مره مستمتعانها أي OK ناخذ الخشب حلو بهذا الشكل سوي今日كرافتنج سويستيكس مرة كثير ورح اقلكم لياه شرح نسويointed someOL تماما ناه balance كذا نضربتين النجل دجلت بوم 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 نضبطني شيئون اخر ممكن اللي محتوي الستيكس يعطينا حبة اره يعني لو سوينا زي كذا واليا رجال كله زي كذا زي كذا الارز اكتفيننا من الارز اقولكم اقولكم هذا اسهل لتباك في عين كسهولة هذا اسهل لتباك الى الان انا شفته لسه في اشيات هانية ترى بس اقولكم ابي سترينكث بس ابي سترينكث عشان سوي صيادة بس ابي بس النار تصيد ورح اوريكم شي مره رهيب طيب تقول يا عبادي حاليا انت بعيون و تبي دايما و تبي اشياء هذي ابي دايما صراحة هذا الشي اللي ممكن ناقص عندي حاليا تمام ولكن يكفي الايرون حاليا ما احتاج الروح كيفينغ صراحة ما اظن احتاج الروح كيفينغ سوينا بي كاكس هذي الشكل طيب يا جماعتي الخير الشي اللي ناقصنا هو الوبسيدينغ ستاج اوبسيدينغ عشان نسوي شي رح اقولكم ايش هو لما يتوفر عندنا الوبسيدينغ عندي اوبسيدينغ هنا ولكن احتاج بي كاكس دايماد عشان اكسره لانه زيبتم عارفين اوكي زيبتم عارفين رح يمدينا ندبل الاغراب عندي خيارين يعني انزل كيف الاقي دايمادغ خيار الثاني يعني الاقي قرية ثانية لعل لو عسى نلقى دايمادغ فيها وهذا ليش الشجرة كذا مقصوص ما ادري لاحد يسألني توي انتبهت عليه انا باخذي للف عن المكان هذا لعل لو عسى لقيت بقارية تمام اذا ما لقيت راح اطررن انزل كيف اوكي اطرت انزل كيف ولقيت ما كان في دايمادغ هذا هو الان وضعنا تمام خلني اوريكم كيف اذا بتكسر اور ولا شي يعني اذا كرت سرت يعطيك بلوكة اذا كسرت يعطيك بلوكة واذا كسرت بعدها واذا بعد فكرت تكسر الاميرولد راح يعطيك بعد بلوكة فنسحب هذول كلهم ونروح للنبي اللي هو الدايماند يا عيني يا عيني بلوكتين دايمادغ كذا على السري هذا اللي نحتاجه بس حبتين حنا ما نحتاجه شي زيادة يا جماعة الخير فساوي كذا تمام ناخذ البكاكس هذا تمام وحط الوبسيديان اللي عندي والوبسيديان اللي عندي هذا ناخذ حبة ابسيديان راح اخذها كامل الحين راح اخذها حبتين راح نحط حبة وناخذها حبة ثانة راح تدبل يبيننا شوي كمية كبيرة من الوبسيديان لسبب راح ايقلكم عليه بعد شوي خلوني بس اكسر الحبة هذي طب خليني اقولكم ليش بحبة الديرت اللي حطناها في اليفنتور راح تدطينها احبت اندر بيرل تمام كل حبة تدطيني الحبة ولو رجعت حطيتها بعد بالكراسطنك راح تدطيني اي اف اندر تمام لو راح تدلي كراسطنك هنا سويت كذا وسويت كذا راح تدطيني بوابة الاند الاند فريم وبكذا يعني سوين اسكب لكثير اشياء حاهاها بحشان كذا يبيع جمع زيادة ابسيديان وينجمع زيادة من ال ديرت عشان عيون الياف اندر فا على السراح راح يجمع حاجتي من ال ابسيديان وراح يطلع لفوق اشتركوا في القناة 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 اه.. طبعا تلجم معت خشبي شوي لا.. مسلب عبادي بأسر أبي عبي كل أبي أفجر راسه ذا التنين ما عليه فتصير هنا يعني عشان الحذر والحيط يعني تعرفون يعني وننطلق قبل اسم الله هذا التنين يزي يالله انت حي التنين ان شاء الله أخبر شعلوم ان شاء الله بخير ان شاء الله طيب ودل بوحقي يا أهلا وسهلا يا ليل البثارة من البداية يعني بديناها ببثارة كذا فكني رحمني والديك ها ستجد ام احسن لك ويساعدك ويسهلك كل الامور ولكن يعني انمارا ليساعدك data back رح تكتل في التنين يعني قبل جبت لكم data back يعني تكتب للتنين اوه ما احبك موت ويموت ولكن يعني حاليا هذا التفاك هذا بس يسهلك انك تروح لهذا والباقي عليك وانحولت هنا هل انفجرت كل الابراج هذا السؤال بس دقيقة بدي اطلع لفوق نايس عبادي بغيت تودع الملاعب يب كل الابراج مكسرت حاليا نجريت التنين بس ننتظر وينزل الله يسعد ذا ومتنينزل عد الله أعلم الله يكن بدي اطقه في الارز تقريبا اطلع لفوق هنا راسل يا اهلا وسهلا بك يا اهلا وسهلا تحييه وتبقي تر معليه معليه عوافي 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 اخرتك بتموت الله يسعد انت تجتبي بعد يا اهلا وسهلا مرحب الساعة ولكمباك اه حبه ثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر